السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض زبادي بالفراولة بجد تحفة جدا طعمه احسن بكتير من اللي بتشتريه جاهز من برة واوفر بكتير ومتماسك كده وكريمي زي ما احنا شايفين كده وما استخدمناش مكنة للزبادي ولا اي حاجة وهيطلع معاك ناجح جدا تابع بقى الفيديو للاخر عشان هيعجبك ان شاء الله في البداية كده جبت كيلو من الحليب او اللبن الاول طبعا غالنية كويس جدا بعدين سيبته يبرد لحد ما كون معانا كده طبقة من القشطة باشيلها وبجمعها كده في علبة بعمل بيها بقى سمنة او باستخدمها في حاجات تانية طبعا لو حبت سيبي القشطة او وش اللبن زي ما تحبي انا بفضل كده اشيله بعدين طبعا بنسخن بقى اللبن مرة تانية لحد ما يكون دافي معانا يعني بندفي اللبن ما يكونش سخن قوي ما يكونش بارد قوي وبعدين بندفله معلقتين كبار من السكر البودر او السكر العادي بضيف كمان عليه معلقتين كبار من الكريم شانتي وبضيف علبة من الزبادي بتعم الفراولة اي نوع زبادي تحبيه او تفضليه طبعا الزبادي اللي هتستخدميه هو هيطلع الزبادي اللي هتعمليه بنفس طعمه وبضيف نقطتين من اللون الاحمر الغذائي طبعا لو مش حابة طبعا تستخدميه زي ما تحبي بس طبعا بيدي لون بقى حلو كده زي كده الزبادي الجهز بالزبط وبعدين بقى خطوة مهمة جدا ان احنا لازم نقلب الزبادي كويس جدا او اللبن مع الزبادي لحد ما يختلطوا مع بعض كويس جدا ممكن طبعا تحطيهم في الخلاط انا استخدمت هنا الهند بلندر او ممكن برضو بالمضرب اليدوي هو سهل جدا بس طبعا اهم حاجة ان احنا نخلطهم كويس جدا وبعدين بجيب كبايات الزبادي او اي كبايات عندك انا استخدمت هنا كبايات كده صغيرة وهضيف فيها بقى كمية الزبادي وطبعا كل كباية من الكبايات دي بتعمل حوالي علبتين من الزبادي اللي احنا استخدمناهم يعني بجد فيها توفير قوي كمان انضف طبعا واحسن بكتير من الجهزة بكتير من غير طبعا مواد حفظة بجيب بقى حلة وبحط فيها الزبادي ما ضفتش مياه سخنة ولا اي حاجة بغطيها بس كده بفوطة وبعدين بدخلها فرن يكون دافي الاول بسخنه وبعدين بقى في النار وبسيبه بقى كده في الفرن حوالي من 4 ل 5 ساعات بنبدأ نفتح كده عليه بعد 5 ساعات او 4 ساعات لو لقينا الزبادي جمد معانا في الوقت ده خلاص بنتلعه بندخله التلاج على طول مجرد ما يجمد معانا على طول بنخرجه من الفرن لو سبناه مدة طويلة قوي بيبدأ بقى يجمع المياه او بيبدأ يكون مياه الخطوات دي كلها مهمة جدا لنجاح الزبادي معانا وده كده شكله بعد طبعا اربع ساعات او خمس ساعات كده بالزبط ما زودتش عن كده مجرد ما لقيته تماسك طلعته على طول او خرقته من الفرن وحطيته في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين كمان وده كده شكل الزبادي معانا متماسك وكريمي قوي اخدت كمان منه معلقة وما فيش ولا نقطة مياه فيه لحد اخر معلقة بجد كان متماسك جدا مفوش ولا نقطة مياه زي ما شايفين كده كريمي وبجد طعمه حلو قوي الكريم شنطي اللي احنا دفناه في الاول والسكر كمان خلى طعمه بجد تحفة وبكل سهولة عملنا زبادي الفراولة في البيت بينفعنا طبعا كتير بقى في الفطار او العشاء اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه وتجربوا الطريقة ان شاء الله ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس عشان يوصلوكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله اسبكم فرعية الله السلام عليكم